بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن حقيقة الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم تعرفنا من قبل عن معاني صورة الفاتحة تعرفنا في حلقة مستقلة ما معنى الحمد لله رب العالمين وفي حلقة ثانية تعرفنا عن معنى الرحمن الرحيم وفي حلقة ثالثة تعرفنا ملك أو مالك يوم الدين كما تعرفنا في الحلقة الأخيرة عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين التي هي جوهر الدين وجوهر العبادة وهي لب الأديان كلها وسر الوجود كلها إياك نعبد وإياك نستعين التي فيها حقيقة العبادة والاستعانة اليوم سوف نتعرف عن حقيقة الصراط المستقيم نقرأها على الأقل في صلواتنا سبعة عشر مرة في اليوم والليلة نقول إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات نكررها كل يوم في اليوم والليلة على الأقل سبعة عشر مرة فما حقيقة الصراط المستقيم وما هي أوصافه وإلى أين يؤدي هذا الصراط الذي الآن نقوم ببنائه وتعبيده إلى أين سوف يؤدي بنا ومن هم الذين أنعم الله عليهم لما نقول صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم ومن هم المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ومن هم الضالون ولا الضالين هذه الأمور سنحاول أن نتعرف عليها باختصار شديد في حلقة اليوم أولا لنغرس في قلوبنا شحنة الإيمان واليقين هذه أسهل طريقة لمواجهة صعوبات الحياة حينما نتكلم عن هذه المواضيع إنما نريد أن نتسلح بقوة ربانية نورانية نستطيع بها مواجهة مشكلات الحياة ومصاعب الوجود مشكلات في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها إذا كنت عندك شحنة إيمانية قوية وكنت على بصيرة من أمرك سوف يسهل عليك مواجهة كل صعوبات الحياة ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز من خواتيم سورة الفاتحة المسمات بالشافية والعافية والكافية إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا الصراط المستقيم هو وصية الله جل جلاله إلى الناس أجمعين إنه وصية إلى كل الخلق باتباع سبيل هذا الصراط وهو الذي قال فيه عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إنها وصية الله جل جلاله إلى كل الخلق الله تعالى هو ملك الملك الله تعالى هو صاحب الأمر الله تعالى هو الصانع ونحن صنعته وإذا قرر سبحانه وتعالى وشرع شيئا لا ينبغي لنا أن نجادل ولا أن نعترض وإنما أن نفهم ونطبق وكل خير بأمر الله تعالى لأن كل ما ياتي من عند الله خير الصراط المستقيم إذا رجعنا إلى لغة العرب هو كلمة الصراط تطلق دائما لكي يكون الصراط هو مستقيم يكون سهلاً يكون سبيلاً مسلوكاً ويكون واسعاً ويكون موسناً إلى المقصود فإذا قالت العرب الصراط المستقيم في اللغة يتبادر إلى الدهن هذه الأوصاف أنه فعلاً مستقيم وسهل وواسع ومسلوك وموصر إلى المقصود العرب لا تسمي الطريق المعوج سراطاً ولا الطريق المعوج أو الصعب في مشقة سراطاً ولا تسمي الطريق المسدود سراطاً أبداً فلابد السراط هو أن يكون مستقيم سهل مسلوك واسع موصول إلى قصد فربنا عز وجل أراد أن يبين لنا بأن الطريق الذي يؤدي إليه هو طريق ممهد ومسوى يسير فيه الإنسان بأريحية ليصل إلى هدف يسعى إليه وكلما كان السراط أكثر استقامة بلغ السالك الغاية بأقصر وقت وأقل جهد كلما سلك المؤمن الاستقامة كلما وصل إلى غايته في السعادة والطمأنينة والراحة بأقصر وقت وأقل جهد السراط المستقيم في المعنى الشرعي كما ذكره علماء التفسير هو السراط أو الطريق الذي يرجوه كل مسلم كل مسلم يسأل الله تعالى في كل صلواته سواء في الفريضة أو النافلة نسأله جميعا أن يرزقنا إياه نقول في صلاتنا اهدنا السراط المستقيم يا رب يا كريم يا ودود إننا لا ندري إلى أين نسير إننا نشعر وكأننا في غفلة وكأننا في حيرة يا رب خذ بأيدينا اهدنا اهدنا السراط المستقيم داك السراط السوي داك السراط السغل الواسع الموصل إليك هذا السراط ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لهذه الدعوة ونحن ندعوه الله يستجيب وقد استجاب لمن قبلنا ربنا نصب هذا الطريق لعباده المؤمنين كيف ذلك على ألسنة الرسل وعلى ألسنة الأنبياء وبينه أيضا على ألسنة الفقهاء والمحدثين والمفسرين والدعاة وأولياء الله الصالحين ربنا بينه جعله موصلا إليه هذا الطريق هو طريق واضح وبين وسبحان الله العلماء يقررون بأن كل الطرق مسدودة على الخلق إلا الطريق الذي نصبه الله تعالى على ألسنة الرسل وجعله موصلا لعبادة الله فالناس يحاولون الوصول إلى ربهم عن طريق طرق تسمى الطرقية الطرق المتعددة ليس هناك إلا طريق وحيد هو الذي وضعه رب العز للأنبياء والمرسلين وجعله على جعل الدال عليه هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الصراط المستقيم من يكون عليه ومن يسير فوقه يسير فوقه كل الأنبياء وكل المرسلين وكل الصالحين عبر التاريخ إنه أمر واحد لأن التاريخ البشري رغم أنه يظهر لنا في مئات سنين أو ألف سنين هو عند الله تعالى صفحة تاريخ البشرية صفحة واحدة عند الرحمن من الأنبياء الذين كانوا يدعون إلى السطن المستقيم الخليل إبراهيم عليه السلام كان يقول وربنا شبهه بماذا شبهه قال كان شاكرا لأنعمه اشتباه وهذاه إلى سراط مستقيم الله تعالى يشتبي من الملائكة رسلا ومن الناس كل من اشتباه المولى عز وجل إذا أردت أن يشتبيك المولى سهل إذا أردت أن تكون أنت أيها المستمع الكريم من الذين اشتباه المولى سهل أن تكون شاكر لأنعم الله دائما أشكر الرحمن على كل النعم نعمة السمع نعمة البصر نعمة شربة الماء إذا شربت كان سيدنا إبراهيم إذا شرب الشربة شكر الله عليها وإذا أكل الأكلة شكر الله عليها وإذا نام النوم شكر الله عليها كان الشكر ولهذا اشتباه المولى قال شاكرا لأنعمه اشتباه وهداه إلى سراط مستقيم فلما هدي سيدنا إبراهيم إلى دست مستقيم عارف الحقيقة ومن عرف الحقيقة وذاقها لا بد أن يبلغها للناس فكان سيدنا إبراهيم يبلغ هذه الحقيقة للناس وبدأ بأبيه وأبوه لم يكن من المؤمنين قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يتك فاتبعني أهدك سراطا سويا اتبعني يا أبتي أهدك سراطا سويا فكل من أعطاه الله تعالى الذوق وأعطاه العرفان وتبين سبيل هذا السراط لا ينبغي أن يكسي فيه به بل عليه أن يبلغه للآخرين وربنا سبحانه وتعالى اختار من الأنبياء الأولي العزم وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام ثم اختار سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وإمام إمام المرسلين سيدنا النبي الوارث الحقيقي الكامل الشامل لكل حقائق الدين بمدى أوصاه الله تعالى أوصاه باختصار أن يتمسك بهذا الصراط هذا هي حقيقة الدين الإسلامي أن تتمسك بهذا الصراط قال جل جلاله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم هذه تزكية ربنا زكى نبيه زكى زكى سيدنا النبي محمد الذي وعلى خلق عظيم وقال له زد يا محمد بالتمسك إياك ستمر بمراحل تجد هناك من يوشوش ويقول بأن هذا الدين خرافة وهذه الشريعة قديمة وأن ما فيها من أحكام بالية إياك أن تستمع لهذه المقولات ستكون عبر التاريخ في كل زمان كما في عصرنا هذا هناك أبواق دائما تنتقد الشريعة وتنتقد الوحي ربنا ماذا قال فاستمسك بالذي أوحي إليك استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم كان سيدنا النبي يفرح ويسعد لما يجد الإشارات بأن الله عنه راضم وقد هداه إلى ستمستقيم فكان يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيمة أو قيمة ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين سيدنا النبي هداه الله تعالى هو نفس الصراط الذي كان عليه إبراهيم الخليل وهو نفس الصراط الذي يسير عليه كل الأنبياء وكل المرسلين وهو نفس الصراط الذي ينبغي أن نسير عليه نحن أيضا في عصرنا هذا وهو نفس الصراط الذي ينبغي أن تسير عليه كل الأجيال المتلاحقة إلى قيام الساعة فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسير على هذا الصراط منذ أول الوحي حتى عند الخاتمة خاتمة وحي النبي الكريم لما فتحت مكة المكرمة وانتهى دوره وانتهت وظيفته وكان مقرر بأنه سيرحل إلى عالم البقاء ربنا عز وجل ذكره بأنه هداه إلى الصراط المستقيم دائما كان ربنا يذكره يا محمد لقد هديتك إلى الصراط المستقيم حتى في عز النصر في أول سورة الفتح قال ربنا عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من دنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما هذا الصراط ينبغي أن نتمسك بأي أحبة نتمسك به حتى لا نضيع إذا فردنا فيه نضيع لهذا ربنا تعالى أوجب أن نقوله في كل صلاة في كل ركع في كل ركع نقوله دين الصراط المستقيم صراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين نكررها على الأقل سبعة عشر مرة في الفريضة أما من يصل النوافل فقد يقولها مئات المرات في كل يوم السلاط المستقيم أيها الأحبة الكرام ما هو سأل هذا السؤال سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله بيّن لنا هذا الصراط قال ما هو الجواب سيدنا النبي أعطاهم أعطاهم خطاطة وهذا منهم من يقول بأنه تأصيل لفن الرسم وفن التشكيل وفن البيان لما سئل النبي الكريم عن هذا الصراط كان يحمل في يده عودا وفي صفحة الرمال خط خطا وخط على يمينه ويساريه خطوطا فقال صلى الله عليه وسلم عن الخط الكبير المستقيم قال هذا سبيل الله وقال عن الخطوط الصغيرة عن يمينه وعن شماله قال وهذه سبل على كل سبيل هذا الصراط هذا الصراط إذا أردنا أن نصوره بتصوير بياني هو عبارة عن طريق بحل طريق سيار بحل طغوط سيدنا النبي ترك الأمة الإسلامية في أدنى في البداية ولكن إلى أين يؤدي طرفه الآخر يؤدي مباشرة إلى عتبة باب الجنة وأنت تسير في هذا الطريق أنت تسير في طريق الجنة حينما ترفع رأسك تجد نفسك قد وصلت على باب الجنة وقد وداك إليه هذا الطريق أهل الإيمان يسيرون على نور من ربهم ويسيرون على سرط المستقيم هكذا قال الحق وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط المستقيم هذا أهل الإيمان وعليه ينبغي للأجيال المتعاقبة من أهل الإيمان والفضل واليقين أن يسيروا عليه كما سرى الأولون ينبغي للأبناء والأحفاد أن يسيروا على على هذه الطريقة كما قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واشتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ملكتكم الدرية الطيبة والآباء طيبين الله تعالى لك يصلح الدرية يصلحها ويهديها إلى دستة المستقيم لاحظوا أيها الأحباب الكرام لماذا قال ربنا اهدنا اهدنا ولم يقل اهدني العبد يطلب الهداية بصيغة الجمع في الصلاة لا يقول اهدني السراط المستقيم بل يقول اهدنا السراط المستقيم لأن كل هداية للفرد تبقى منقوصة لو أن أهل بيتك على غير الطريق المستقيم فهدايتك منقوصة لقيت ابنك يشرب الخمر وزوجتك تتعاطى الأشعوداء وابنتك تتعاطى الفسد هدايتك منقوصة وكذلك لو أن أهل أهل بيئتك أهل قريتك أهل مدينتك أهل الشارع اللي انت فيه وطنك أمتك كانوا على غير الهدى فهدايتك منقوصة العبد مطالب بأن يقول اهدنا لأن حقيقة الهداية ينبغي أن تكون للجميع لنفسك أولا لأهل بيتك لأسرتك لعائلتك لحومتك لقريتك لمدينتك لوطنك لأمتك أن ده تكون الهداية كاملة أما إذا كنت أنت مهدي والآخرون على غير هدى فتبقى هدايتك منقوصة العبد مطالب بالصلاة في الجماعة وكلما كانت الجماعة أكبر كان الثواب أكبر لأن الإسلام هو دين الجماعة بامتياز فربنا أراد أن تكون صلاةنا في الجماعة وصومنا مع الجماعة وحجونا في الجماعة والزكاة من أجل الجماعة فلا يعرف الإنعزال الإسلام لا يعرف الإنعزال إلا في الفتن لكات الفتن أما في الخير يطلب منك أن تتجمع مع الناس وتقول دوما اهدنا الصراط المستقيم كل يوم في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء على الأقل سبعة عشر مرة في اليوم والليلة الواحدة تدعو هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي كل ركعة يتج بها المؤمن نحو ربه يسأل فيه الهداية إلى الصراط المستقيم حتى يزدد تواضعا وافتقارا وطلبا لما عند الله هذا يسمى الصراط المعنوي ما نقوم به الآن من دعاء ومن تبثل ومن استغفار ومن ذكر هذا يسمى الصراط المعنوي فإذا تمسكنا به تتبت به أقدامنا وكنا على الصراط الحسي أقدامنا تتبت على الصراط الحسي الذي هو الطريق الذي يؤدي إلى الجنة ما هو الصراط المستقيم في المعنى الحسي هو جسر جسر ينصب فوق هذه يوم المحشر الله عز وجل ينصب ينصب جسرا عظيما يكون فوق والعياد بالله نار جهنم والناس يمرون فوق الجسر المنصوب والناس يتمنون النجاة كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فكل شخص من البشر سيمر على هذا الجسر الذي وفوق جهنم سنراه حتى المؤمنون حتى الأنبياء حتى الأولياء وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية سننظر إلى ولو رمشة عين إلى حقيقة جهنم وبعدها الإنسان يمر يمر بسرعة هذا الصراط المستقيم قالوا بأنه فوق متن النار أحر من الجمر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب خطير تصور مع هذا التصوير جاء في الحديث أنه أحر من الجمر وأحد من السيف وهو مراوغ مراوغ يتغير أروغ من الثعلب لكن المؤمن يمر عليه مرور البرق الخاطف السلوك من هذا الجسر المنصوب فوق ناري جهنم لوسيط المستقيم يكون بحسب العمل كل واحد منا حسب عمل ندعو الأحباب الكرام أن نكثر من العمل العمل الصالح نعمل 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 لأن على قدر ما عندك من رصيد في العمل الصالح تمر بسلام من الناس من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر مثل البرق إذا برق ومنهم من يكون مثل الريح ومنهم من يكون مثل جواد الخيل ومنهم من يركض ركضة ومنهم من يحبو ومنهم من يقوم ويسقط ومنهم من تخطفه الخطاطيف التي تكون عليه وتلقيه في النار والعياذ بالله هكذا صورها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر مخيف لكن أهل الإيمان وأهل اليقين وأصحاب العمل الصالح يمرون عليه كلمح البصر أو كالبرق إذا برق أو كالريح أو كالجواد من الخيل سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه هو خدم رسول الله بقي يخدمه في المدينة حتى توفاه سأله الشفاعة قال أسألك الشفاعة يا رسول الله قال أنا فاعل إن شاء الله فقال أين أجدك يا رسول الله قال أطلبني في ثلاث أماكن في ذلك المقام في الآخرة بيتقلب علي أطلبني في أماكن ثلاثة عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان فإن لم تجدني فعند الصراط من أراد أن يبحث عن النبي الكريم يوم القيامة هذه الأماكن الثلاثة التي يتواجد فيها ويشفع لعباد الله المؤمنين عند الحوض وماء كبير يسقي به الضهو تعالى الناس وهم عطشة هذا الحوض هو ملك للنبي الكريم إن أعطيناك الكوثر والمكان الثاني هو الميزان المكان الذي فيه العدالة العدالة الربانية توزن الأعمال والمكان الثالث هو الصراط هذا الصراط لا يتكلم فيه إلا الرسل يقفون وينظرون مرور أممهم الرسل يكون بحل بحل ضباط واقفين أمام هذا الصراط ينظرون مرور أممهم سيدنا موسى يرى أمته سيدنا عيسى يرى أمته وسيدنا محمد وكل نبي يرى أمته ماذا يقول الرسل اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فقط من يتكلم الرسل أما الناس كلهم فهم في صمت دامس وكل من مر نجح نجح في الخلود الأبدي الخلود الأبدي ماكيش دورة استدراكية خلود أبدي هنيئا لا أما من عثر فليرجو من الله الشفاعة فسيدنا محمد هو طلب من الله أن يشفع لعباده المؤمنين الذين قل عملهم أو زلت أقدامهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم هم الذين تمسكوا بالله تمسكوا بطاعة الله وبمعرفة الله وكانوا يسألون عن الأمر والنهي يسألون عن حكم الشرع لا يقول أنا أفعل ما أشاء إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم يعتصمون بالكتاب وبالسنة دائما عندهم مصدرين أساسيين يعتمدان عليهم في التشريع وفي تقرير الأشياء ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم والذين أنعم الله عليهم هم الذين يدعون إلى الرحمن يدعون إلى الإسلام يدعون إلى الإيمان وأنت معهم أيضا حاول أنك تكون متواجد في أي مجلس تذكر الناس بالله قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى أن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا الصراط حتى يعلم أن ما هو سبيل المؤمنين وليس سبيل المغضوب عليهم ولا سبيل الضالين المغضوب عليهم جاء في تفسير بعض العلماء التفسير قالوا هم اليهود والضالون قالوا هم النصارى في الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن لكن بعض العلماء للتفسير قالوا هذا ليس مخصوص باليهود والنصارى فقط بل هذا يشمل كل من كان عنده علم وتركه اتباعا للهوى أو الشهوات أو لأغراض من أغراض الدنيا إنسان عنده علم عنده معرفة قد يكون فقيه قد يكون محدث قد يكون رجل من أهل ولكنه ترك علمه هذا واتبع الهوى واتبع الشهوات وكان غرضه أنه يحصل على الدنيا على الدراهم وعلى المناصب وغير الحقائق قال هؤلاء هذا هو المغضوب عليه هذا ضال ومغضوب عليه من في هذه الصفة أما من هو الضالون هو كل من كان يتعبد الله يقوم بالعبادة وبالطاعة ولكن بغير برهان وبغير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أناس يعبدون الله حقا لكنه على غير هدى أنهم يتبعون أساليب أخرى أو يعبدون أصنام أو أوتان أو غير ويتعذبون هؤلاء هم المعنيون في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية كي يقصد بها الله تعالى وحد الوجوه في الدنيا كانت خاشعة كتدر العبادة وعاملة كتعمل كثير وناصبة يعني متعطئة رأسه ومع هذا تصلى نارا حامية أي تخشع وتبكي وتعمل وتنصب وتجهد والنتيجة أنها تصلى نارا حامية لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون بغير هدى وأنهم كانوا لا يتبعون سبيل الرسول صلى الله وسلم وإن سبيل عقولهم أو سبيل زعمائهم كذلك ربنا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع ناس في الدنيا يقوموا بأعمال يظنون أنهم يحسنون صنع لكن قال لك الله تعالى هؤلاء لم يكنوا على هدى لا ينطلقون من الدين لا ينطلقون من جوهر القرآن لا ينطلقون من توجيهات السنة بل ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع قال هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا ظل سعيهم والعيد بالله عملوا في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم لا هدى فلهذا قيل المغضوب عليهم قيلهم اليهود والظلم والنصارى لأن الغالب الغالب على اليهود أنهم عندهم علم عندهم التوراة وعندهم الفقه المتين لكن ما عندهم عمل أما النصارى فالغالب عليهم التحبد أن يعبدون الله كثير بالصليب وكذا ولكن على غير هدى على غير علم وهذا صار الوصف الغالب فكل من كان عنده علم وعمل بغيره يسمى مغضوب عليه وكل من لم يكن عنده علم ويعبد بغير علم هذا ظل والعيد بالله فهذه الكلمة أيها الأحبة الكرام كلما كررناها نستحضر هذه المعاني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين فنقول آمين النصارى يقولنا آمين واليهود كذلك في عبادتهم يقولون آمين معناها يا رب استجب ومن وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ننبه نسأل الله تعالى العلي القدير أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعبادة وللطاعة وللإيمان وأن نكون وإياكم من الذين اشتباهم المولى سبحانه وتعالى وهداهم سراطاً مستقيماً اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أيها الأحبة الكرام يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية ونستقبل مكالماتكم ونذكر بأرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ومرحباً بكل المكالمات نبدأها من الضار البيضاء مع للا فاطمة وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك للا الله يباك فيك أعزك الله للا والله يحفظك لك كممكن أن نتصل بك بإذن الله للا فاطمة بإذن الله وخلال فاطمة بإذن الله تعالى الله يحفظك ورعك نحاول أن نأخذ الرقم بإذن الله شكرا لك للا فاطمة وغن تحول إلى أين إلى أجذير مع للا زهرة وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يحفظك ورعاك ويبارك فيك جزاك الله الفخير بارك الله فيك بإذن الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا ربي بنتي زهرة يا ربي الله يكملك الرجاء الله يكملك الرجاء للأزهرة رأى ربي سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه دائما نستحضر أننا في هذه الأرض الصغيرة وما فيها من نعيم وما فيها أيضا من ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى يشمالونا برحمته ويرعانا برعايته دائما نكون عندك اليقين اليقين هو سبحانه الآن غرس في بطنك هذا الجنين وهو سبحانه الآن يصوره وهو الآن سبحانه يشق له البصر ويضع له السمع ثم يضع له بقية الأجهزة لا أحد يستطيع أن يقول بأن الطبيعة وبأن الوجود هكذا يتطور كما تقول نظارية تتطور ربنا كدير الجهاز البصري والجهاز السمعي وكدير الجهاز للقلب والجهاز دير الرئة والجهاز دير الكلي وكدير الجهاز التنفسي والجهاز التناسلي والجهاز الهضمي والجهاز اللمفاوي والجهاز النفسي شوفت حدي dilصناعة الضقيقة المتطورة كلها تقع الآن في بطنك للا زهرة هذا كله بعناية الله ورعاية الله وكمال الله راللا زهرة أنت في بطنك الآن رايزور كل ملائكة كيدخلوا الملائكة في اربع شهر اللولانية حضروا الملائكة ودخلوا البطن ديلك وسألوا الله تعالى يا رب هذه النطفة صارت عنقة ثم صارت مضغة ثم صارت عظام وقد كسيت العظام اللحمة الآن يا رب صار خلقا آخر أنجعله ذكرا أم أنتا كيسول الملائكة فيقول الله تعالى اجعلوه إما ذكرا وإما جعلوه أنتا أو جعلوه توأم هو سبحانه وتعالى يقرر يقول يا ربنا ما أجله فيكتب له الأجل يا ربنا ما رزقه فيكتب له الرزق ويقول يا ربنا أسقي أم سعيد فيكتب له الشقاء والسعادة كل شيء يكتب هنا بإرادة الله على قدر ما كانت المرأة في هذه اللحظة قريبة من الرحمن كانت خاشعة كانت مصليا كانت ذكرة الصناعة ديلك الجنين في البطن راها كتعود سليمة ربما يغفل بعض الأمهات والآباء أنهم لما يكون عندهم الحمل كيهتموا بكل شيء كيهتموا بالجانب الصحي استشارة طبية كيهتموا بالمولود غد يحضر خسندوا للغرفة ديالو إلا كان ذكر بالأزرق إلا كانت أنتا بالغوز لكن كنساو وهو مهم وهو أننا هذا الجنين لابد أن نكلأه بالدعاء ونكلأه بالعمل الصالح نقول يا رب تبت هذا الغرس يا رب بارك في هذا الجنين وربنا يباركه خصوصا خصوصا نقرأه قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين هذا المولود يكون جميل في صورته ويكون سوي في خلقته ومالك يتولد يكون محضر خير كتلقى العائلة وكانهم خاصمين كان عارف عائلات كانوا خاصمين والله ما يقدر عليهم شي حد وخيمشوا عند أكبر القضاة وخيمشوا عند أكبر الناس خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع ما يتصالحوش لأنهم عندهم وحد النوع من الحقد المتبادل شديد لكن لما جاء المولود يا سبحان الله هذا المولود بالابتسامة ديالو بدك تطلع البهية ديالو كي يخلي جميع يلتف حوله فيتصالحون عائلة يتصالحون أزواج كانوا متخاصمين يتصالحون الأسر تتصالح بدك المولود بالابتسامة ديالو كي يجعلوا الله مباركا فنصيح للأزهراء هذا المولود دائما در ليه الدكر حطي الدك على بطنك وقرأي ما تيسر من كلام الله تعالى وكلك يكون مرزوق سبحان الله العظيم غير كي يتولد وكيف يفتح بالله أبوا بالرزق وباب الكرام وباب العطاء لكن لا بد أننا نشكر المنعم على نعمته الله أعطانا هو الوغاب سبحانه وتعالى نشكره ندكروه نبتهل إليه نخشع لجلاله ونعمل وفق مراده وسترون العجب سترون العجب وإذا جاءت مشقة أو ابتلاء اعلم بأن تلك هي مرحلة للارتقاء السريع أسأل الله تعالى للأزهراء أن يحفظ ما في بطنك وأن يجعله زيادة خير في الإسلام وأن يبارك فيه وفي أهله ودويه وأن يرزقكم به المولى عز وجل رزقا واسعا اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ونتحول إلى إقليم الحجب معنا أخونا سيد خليد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبك فيك وحفظك ورعاك بارك الله بك تعيي لي كنت تعيي لكل تقامل العزيزة كاب راديو من الدار بيضا ميد راديو مرحبا كل شيء يزين الحمدي الله بارك لك عميد دكتور عفك عميد دكتور أنا خاليد متجوش ثلاث أطفال أي يعني كان عني واحد معاناة ربي دي شهد عليها يعني كان عني من العطش أولا رفيت لي قلتها كنت قتل لي الخط أي يا أخويا يعني أنا أنا عودت من 2013 يعني كنت ساكن في واحد في المخدر فيها إيه واني ودست معلك سيد قال لي خرج عني خرج سيد عن الواحد واحد السكر عرفه تقول عفك عشي بليك لو ممكن تتني فين سكنو كده جاء عطاني الأرض يعني أن تكون شوير الأرض وبني فيها إيه يعني يعني اللي كان عني كوريبان عطاني الأرض تقيم شي تكون فيش ميت متلو لوكو كنت فيتو كوثين حاليا قريب ركاب يعني يعني عطاني الضو عطاني الزماء كان عونه في الضو ليلة معه وفلاح وليك شي كان عونه في الضو ليلة هي واشغل نقول كعمل دكتور يعني آآ سي أيام أيام سي بل كيتغير عليها يعني قطع ليلة الضو ومراه عمي الدكتور كيمشي وكي كيتف عنه كيتف المرومة كيأخلي مشي سيقي يعني المرادية كيتمشي تقيم جنسة كولمت باش تجيب الماء لا إله الله وتمني عاقني بشي حاجة أخرى عمي الدكتور تعمل الزوجة دي بشي حاجة مخصص لقولها لا إله ولي كان ترجم لك عمي الدكتور وكان ترجم لجم المسلمين إي كان يعني بالخصوص على الشعفات الشديدة إي وللي كيقرأ واحد يعني يعني بعد الزوجة الملاثرين 40 جرب لحو ولا قوة إلا بالله باش نزيب البوطة باش نعمل البوطة صغيرة نضوي باش نزيب تحين لولادي عمي الكوريبة لحو ولا ولا قوة إلا بالله يعني كانت مليكي إلي كيش محسين فالعواش را واحد حلال ربلي شاء لانيا لا إله وكان علم الساكن مزاف وكان عليا وكان عليا من القرار الماء وحاجة يقول أطفل في القرية وكانت رجاء أخوتي المسلمين لك يشي محسين باش ما أخو يا خريد إن شاء الله نحتفظ بالرقم ديالك سامي يحتفظ بالرقم ديالك بإذن الله الله يفرج عليك الله يفرج عليك لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا نطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليك على جميع المسلمين والمسلمات لا إله إلا الله أحيانا قد يغلبوا الرجال ويا ما كتلقوا مكالمات من رجال غلبوا كتلقى الراجل منك يتكلم النبر الصوتي يديلو كتلقى مهزوم وكلك يكون الدموع على خده كتشعر بأنه غلب الله يرحم ضعفانا الله يرحم ضعفانا اللي عنده المال وعنده الرزق داك فضل من الله هو سبحانه وتعالى فتح أبواب الرزق وأبواب العطاء وكين اللي ربي سبحانه وتعالى ابتلاهم بقلة الرزق عدد كبير دي الناس كيتوصلوا معنا دائما كنحاولوا على قدر ما نستطيع أننا نكون فيها الطريق دي المساعدة اللي قدر بها الله تعالى كنقلوا بيتقبل وليما قدرناش عليها كندعيه المولى كندعيه المولى عز وجل يفتح الأبواب دي الخير وأبواب دي الفضل خصوصا المطالب اللي كانت لقوها دائما النس اللي هما عندهم مشكل السكن بحال السخالي دي الان ده ما الان في الحاجب يعني في البادية بغي يبني فيني تستر بيتو كوزينة ولقى معانات بحاله وعدد كبير كن مع المرات جوعدنا لنا الإدعاء أمهات عزبات أمهات عزبات أخت من أجادير أخت من بن ملال أخت واحد العدد وهؤلاء صاروا مشردات كلي كي يلس في محطة محطة دي الحافلات دي الكيران كلي كيمشي يقلب فين قيت وحدا نعصة كتقوليك نعزلنا في المستشفى بلس المستعجلات الناس كيجو تمكت ريحت حتى الشجرة وكتبات كتبات ديك الليلة كاملة وغدت عود تبات في قنط آخر واحد الوضعية مؤلمة عاد ناس آخرين فلان حمال ما بقاش خدام أيام كورونا ما خلص لك نحكم علي بالإفراغ صار مشرد مرته وثلاثة الوليدات كل واحد فيهم كتلقى كي يحمل كي يقلب دي الكروسة وكي ناس تحت منها واحد الوضعية مؤلمة للغاية والمطالب دي لد الناس كيقولوا اللي كان عنده ربما شي بيت شي بيت في السطح يعني اش حاجة بسيطة يعني مطالبوها طالبوها شي بيت في السطح يسكن فيه ريتما ربي عز وجل يفرج عليه وهذه فرصة ان شاء الله تعالى كان نوجه النداء للمسؤولين عندنا في البد الأمين أن من بين المطالب دي للساكنة ودي المواطنين نحن في الإدعاء كوسيط وكنسمعوه وكنحاولو نقارب فهذه فرصة الوزارة المكلفة بالإسكان أنها تسعى في إيجاد واحد مقرة سكنية لمواطنين غولبوا يعني بيد العنوان مواطنين غولبوا الزر يلبيضة يعني ما عندهمش وفعلا مليك تمشي لعنده وتقلب على الوضع يدي وكتلقى فعلا لا يملكوا إلا دراعه ودراعه خانه وكيبقى هكذا وأبنائه في يتدللون اللي كيقلمني كثير هو لما تجدوه يتدلل كتحاول تلقى حل لواحد واثنين وثلاثة وأربعة ولكن يبدو بأن الأعداد تتزايد باستمرار وهذا مشكل ممكن نحلوه على الصعيد الوطني وهو أن في كل إقليم تكون عندنا إن شاء الله تعالى واحد المبادرات يعني على هامش الإقليم أرى ممكن مسؤولين في البلد الأمين طاشرون غد يعطي الحديد هذا غد يعطي لأجور غنبنيو محلات سكانية مشي قصديرية مشي بناء عشوائي إنه واحد سكان اقتصادي اجتماعي بسيط يعني يعطى هؤلاء رمى ما عندهم يعطيه يعني ما تقول لي يسير البنكة وخد كريدي والعشرين سنة ما عنده صحة وما يعرف بيخدم يعني هذا خص العطاء ياخده ويكون خبيز ويشرب مستتي ويدكر الله تعالى احتم شوكال من عند الرحمن سبحانه وتعالى فأسأل الله تعالى أن يفتح أبواب التسير وأبواب الفرج للجميع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضلي عمن سواه وسعدات من جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلق للشر كيف قال لي واحد سيد قال لي كبار الأثرياء المال اللي عنده كثير رأى عنده غير 41.5 مليون شيد أخر ما شيد يالو غير حارس رأى غير حارس رأى غير حارس رأيت ما أنه يودع ويصير هذا المال في يد آخرين ويظهروا إلطح هذا المال في يد أولاد وبنات صلحاء غير ترحموا عليه ولطح في أيدي وناس لا يعرفون إلا مصالحهم غير يشعر بالحسرة أن المال الذي جمعه وأفنى عمره أنه لم يأخذ منه إلا القليل شحنا قد تأخذ يعني كتقى إنسان ثاري مليونير كي يأكل وكيشرب وكيلمس وكيستعمل واحد الأعداد معدودة دي الملايين والشيء الأخر كله دي المن هو مجرد حارس وحنا في هذه العواشر إن شاء الله نطلب الله تعالى أن ينزل الترحم فيما بيننا نترحم فيما بيننا وجميل أن الترحم يكون على صعير الدولة كبراء الشركات كبراء أهل الفضل تنسق معهم والأرض أرض الله ونبنيوا دور سكانية بسيطة متواضعة تهدى تهدى هذه الكلمة أسطر عليها بالأحمر كتسمى هدية يعني هذه الناس ما عندهم ما يعطيه ركن عرفهم زيان ومشيت لعندهم ديورهم ما عندهم صحة ما يقدر يخدم ما تقول له إذكر دي من البنكة وعود خلص تهدى إليهم يتستروفها ويعيشوا بحفظ الله ورب البركة ديينهم أربي غنزل المطار من السمع بالبركة ديينهم لأن سيدنا النبي قال لنا إنما ترزقون بفقرائكم وإنما تنصرون بضعفائكم الدول اللي هي غنية الآن بش غنية لأنها اهتمت بالفقير أربي وضع عدد القانون في الدنيا إنما إنما ترزقون بفقرائكم كلما كان الفقير ديينكم مرتاح أربي غنزل رزقكم ويأتكم المطار في إبانه وجه الموسم الفلاحي ظاهر وإنما تنصرون بضعفائكم إلك انضعاف في الدولة محترمين مكرمين معززين الله يعطينا الهبة ويجعلنا الجلال ويحفظنا الله تعالى من اعتداء أي دولة وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وسبح الله المسلك هو الذي يسير عليه أمير المؤمنين جالة الملك محمد السلس حفظه الله ورعاه يسير عليه بقوة ويسير عليه بجد واجتهاد ولكن يحتاج إلى من يعينه وإلى من يساعده وكين أهل الخير كتير في البلد خسنا غروح المبادرة وخسنا التراحم والتعاطف وهذا الموسم اللي احنا مقبلين عليه شعبان ورمضان المكرم هو موسم ديل العطاء وموسم ديل الموساة وموسم ديل التضامن والتكافل وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولم يحزنون اللهم أمين اللهم أمين يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونواصل أيها الأحبة الكرام ونستمع إلى المزيد من المكالمات اللحظة مع للا سليمة من إقليم ابن مذهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سليمة يا مرحبا الحمد لله بنتي الله يبرك فيك الله يدخل علينا وعليك بالرحمة والمغفرة والرضوان عارف كامل طيبين بالدارية مع بابا وماما ومع جميع الإحوان والخوات وأنا في حالة بالسافة جدوس معك اليوم وأدرس معك ومدرس حالة كانت توصر وعلي ومسك بيسير خط بارك الله في المتفل سليمة واش كتقرأي في السليمة واش كتدري في الحياة ابنتي أنا ما كان قرأي ما ولي حيك نسكنه في العالم القاروي والمدرسة العيدة وعلي وارك عارف هاد أنا فهمت العالم القاروي من اسمات نباح دي الكلب فهمت بأنكم كتسكنوا في منطقة قاروية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسأل لي ما بنتي دخلت للمدرسة من قبل لا إله إلا الله لأني ما دخلت للمدرسة ولدها عندي 15 عام وكان قرأ ما وليك بقى فيه حجب الزاف لسمى قريس لسمى الله أكبر لا إله إلا الله صراحة الله جز حالة أنا كانت توصر بسندوي معكم ومشتري شرخة اليوم أفرحني الأخصاب بالشكر لي بزيزة الله يحفظك بنتي سليم الله يطول لك لعمور لا إله إلا الله كسلم عليك بابا بزيزة وبغيك تدعي معاه وتعلي معاه معا معا وكانت تسلم عليك بزيزة وكانت تعليمها ولكن ممكن تسطيع الرقم ديك عمي طيب غادي تقادر لي السندار واخا بنتي لأننا نحن مؤسف أنك تكوني ما كتقريش لا إله إلا الله واخا بنتي أنا ناخد الرقم ديالك وغن توصل معك بنتي لكن ممكن أخصم واخا بنتي بإذن الله شكرا الله يحفظك بنتي بارك الله فيك أنا اخذت الرقم لك بنتي سليمة إن شاء الله نتوصل معك بإذن الله ولكن مؤسف مؤسف أننا في القرن الواحد والعشرين غادي القوم نيات بحلها كذا كي بنبريئات وطيبات القلب وأنهن حرمنا من التعليم يعني هذا الأمر إذا كان بعد الاستقلال كان الأمر مقبول بعد الاستقلال رأينا الحمد لله نهضة علمية قوية حتى في القرويين كان هناك العلم مقصور على الرجال ولكن ظهرت حركة نسائية طالبت بتعليم المرأة وفعلا أنشئت مدارس كثيرة هاتش كان بعد الاستقلال لكن اليوم بعد مرور أكثر من ستين سنة وإحنا الحمد لله في القرن الواحد والعشرين نأسف أننا نوجد بنيات أنهن حرمنا من التمدرس من يتحمل المسؤولية لا شك أن الوالدين ربما مغلوبين على أمرهم ربما أن المدرسة قد تكون قريبة أو بعيدة نستؤدري ولكن يبدو بأن الوضع شاق عليهم تبدو أن المسؤولية هي يتقاسمها الجميع يتقاسمها الجميع سواء أطر الدولة في التعليم وتقريب المدارس من العالم القربي وأيضا في الوالدين لخصهم لا بد أنهم يتابرون ويجاهدون بكل ما أثوا من قوة لتعليم أبنائهم وأيضا المجتمع المدني لهو الوسيط المجتمع المدني الوسيط بين الدولة وبين عموم المواطنين غاب هذا المجتمع المدني وصار ضعيفا ولا بد أن يتقوى يعود إلى المجهود أنا أذكر سنين خلت كان المجتمع المدني في المغرب كان قوي وكانت أي مشكلة كالطراء كالقول الحل غير عن طريق المجتمع المدني كان هناك جمعيات عندهم تبارك الله وحد النخبة للشباب والشابات رجال والنساء بل معهم شيوخ قد لقى جمعية فيها مسؤول عنده تمانين سنة وقد لقى تبارك الله بالعكاس ديالو كيمشي يجري وكيدق الأبواب وعلاش هذا كذا وهذا كذا لأن الوالدين الأسرة تكون ضعيفة أو ما عنداش علم أو ما عنداش جراء فقد لقى المسؤول في المجتمع المدني هو الناطق باسمها وكيمشي الدولة كيمشي الإمال الأكاديمية كيمشي النيابة كيمشي الجماعة كيمشي لعملها كيدق الأبواب وكيلقي هذا بهذا ومن ثم كان نحصل على الهدف المنشود اليوم للأسف المجتمع المدني غادي وكيدعاف لأسباب كثيرة ومتعددة ربما يطولوا شرحوها وشكن ضائع ضائع هذه الأطفال الصغار كيتحرموا من تمدروس والأمور غادية وإحنا مسؤولين جميعا هذه حقبة إحنا كنعيشوها الآن رب عز وجل وضعنا فيها هذه الحقبة إحنا مسؤول عنها رب عز وجل يقول لنا وقفوهم إنهم مسؤولون كل واحد منا كيعطي الله واحد الحقبة زمنية كيعيشها ثم بعد ذلك يودع كالقوا التاريخ ورانا في حقب وكل أمة كل جيل يأتي في حقبته الجيل الاستقلال كيفاش كان ما قبل الاستقلال كيفاش كان والأجيال التي كانت مئات سنين قبلنا كل واحد مسؤول عن الحقبة ديالو إحنا الآن في عصرنا هذا نحن جميعا مسؤولون عن هذه الحقبة التي نعيش فيها أحسن أم أسأنا لابد أننا نسعى إلى التحفيز نسعى إلى أخذ روح المبادرة هذه الفتاة كتكلم سليمة كتكلم بلغة فيها البراءة ولكن تجعل كلمتها يعني كأنها طعنت في القلب لماذا هذه البنية ضاعت لماذا لم تحظى بذات مدرس لماذا لم تنل نصيبها في أن تحصل على مقعد في الدراسة وتتعلم أبجدية الكتاب والقراءة وتتعلم المعارف وإياه عندها 15 سنة هذه مسؤولية كبيرة تلب الله سبحانه وتعالى يعود خيرا يعود خيرا نحن لا نريد خطابة تيئيس بالعكس هو أن دائما الحمد لله في القريب العاجل دي معنى الأمل في أن ما يقدم من الأيام سيكون أفضل بإذن الله تعالى ونطلب الله تعالى هذه البنية إلى فاتهم الركب أن الجمعية المجتمع المدني يدير لنا واحد الأندية يساهم يساهم يدقوا الأبواب يمشون عند المندوب دي التعاول الوطني يمشون عند المندوب دي التقافة المندوب دي الكذا دي الكذا وعند الجماعة ونطلبوا بإنشاء واحد المجموعة دي النوادي خاصة بالمرأة القروية والفتاة القروية لاستدراك ما فات الحمد لله صاحب الجلال حافظه والله ورعاه سننا لنا هذه المبادرة دي المحاربة الأمية وهذه فرصة أن اللي اللي تخلى عليه الرقب يعيد الاستدراك في محاربة الأمية والحمد لله نحن سمعنا اليوم الخبر دي أن المساجد سوف تفتح أبوابها ورمضان هذه السنة سوف يكون إن شاء الله تعالى زاهر سوف ترجع الترويح سوف ترجع إن شاء الله الحزب الراتب سوف ترجع إن شاء الله لدروس الوعظ والإرشاد سوف ترجع إن شاء الله للأمور إلى صورتها البهية هذه كله الحمد لله فرص وبوادر الأمل للخير إلى الأمام فأطلب الله تعالى بنتي سليمة الله يوفر لك واحد فرصة جديدة لاستدراك ما فاتك ما زالت باقة صغيرة تستدرك محاربة الأمية تعلم القراءة والكتابة واستدرك بإذن الله تعالى الصناعة والتعلم الخياطة والفصالة والإعلاميات وغيرها رجح حمل واحد فاته الركب ولكن لا عنده العزيمة كيسعد كنت أذكر مثلا أعداد الناس فاتهم الركب ولكن وصلوا أذكر من بينهم أديب الطنجوي معروف محمد شكري محمد شكري كان متسكع في طرقات طنجة وبقي سنين هذك حتى وصل إلى درجة عشرين سنة فشاف رأسه بأنه في ضياع كيتسكع كيبت في الأرض كيشرب الخمر كيتن الفساد كيتسكى من المتسكعين ولكن واحد مرة شعر بأنه في واحد المقهى وكان واحد سيد كيتكلم معه كيقرأ لهم الجريدة وكيعود لهم الأخبار دي العالم ويتعالى عليهم فطمح طاقة نفسه أن يقرأ الجريدة لكنه لا يستطيع القراءة والكتابة كانت دافع له أنه يتعلم القراءة والكتابة وفي سنوات معدودات حصل على شهادة جيدة في العلم وصار مدرسا ثم تفرغ عن التدريس وصار يكتب كتابات وروايات غريبة وحضيت بالكثير من الاهتمام فهذا نموذج نموذج أن الإنسان ممكن أنه يستدرك ما فاته بنتي سليمة الله يسلمك من كل شر اللهم تعالى ينبتك نابة حسنة يحفظ لك الميمة ويحفظ لك الأب ويحفظ لك العائلة والأحباب الله يرزقكم رزقا حسنة عارفين بأن البادية في الجفاف وتربية المواشي والمشقة والتعب اللهم تعالى يعطيكم العناية والرعاية ويجب لكم الرزق الوفير والخير الكثير ويجعلك مباركة ويجعلك قرة عين لوالديك ولأحبابك وأقاربك اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا أكرم الأكرمين نتحول إلى إقليم البيل جديد مع للماليكة حالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي اللي برساليك حيك الله للماليكة وبركة وشرككم الله يبرك فيك للا أخي بغيت بقول لك واحد أسئلة بغيت نعرف وتقطيرها وش كتفتها وللا نعم بغيت نعرف بغيت نعرف بغيت نعرف بغيت نعرف وش دايك تفتر وللا في رمضان نعم نعم لللا أخي لديك أسئلة وبغيت نعرف على الوالدة مريدة شوية بغيت شافة إن شاء الله الله شخص يا ربي تشافيها وتعافيها يا ربي يا ربي يا ربي شكرا لك للماليكة شكرا لك وإن شاء الله تعالحنا على أبواب الشهر الفضيل الشهر العظيم شهر القرآن والصيام والقيام شهر رمضان الأكرم وإن شاء الله سوف نقيم إلى بقنا في الحياة بإذن الله وكننا من أهل الدنيا إن شاء الله سوف نكثف من البرامج الدينية والتتقيف في رمضان خصوصا في بياننا الأحكام الشرعية وتفسير القرآن العظيم والمواعد لكي نعيش في رحاب الإيمان واليقين وفي رحاب الكتاب والسنة سيكون رمضان عندنا في الإدعاء إن شاء الله زاخر بالبرامج خاصة في تجويد القرآن وتحفيظه وتفسيره وفي الفقه وبيان الأحكام الشرعية وأيضا شروحات الحديث النبوي الشريف في رحاب السنة النبوي الشريفة سيكون مكثفا عندنا في رمضان هذه السنة بإذن الله نطلب الله تعالى أن يرزقنا القوة والمدد حتى نواصل في هذا الطريق جوابا على سؤالك إلى الملكة التقطير واشك تفطر أم لا الجواب الراجح أنها لا تفطر لكي فطر العلماء قالوا بأن التقطير في الأذن والتقطير في الأنف لأنها مرتبطة مباشرة مع البلعوم وإذا تم التقطير في الأنف أو في الأذن الأذن والأنف كتمشي مباشرة للبلعوم أما في العين فلا تصلوا إلى البلعوم وإن كان الرأي الفقهي الراجح عند العلماء أن هالتقطير هي أصلا لا تفطر لماذا؟ لأن الإفطار إنما يتم بالطعام والشرب وما ينتفع به الجسم ربنا عز وجل منعنا من الطعام والشراب على اختلاف أشكاله وألوانه اللي فيه فيتامينات ومقويات اللي ترغب فيه النفس ولا أحد يشتهي أن يأكل من هالتقطير لا أحد يشتهي إلا أن العلماء يقول لك الأفضل أن الإنسان يعيد البرمجة هالتقطير يدير في أوقات الإفطار ده بعدنا أوقات أوقات الصيام بالنهار وأوقات الإفطار بالمساء والليل في التناول الدواء كنستشر مع الطبيب وكي يعطينا واحد الإن بأننا نقدره نغير البرمجة عيوض من ندير تقتراف كندير في الصباح مع الفطور مع الغداء مع العشاء غنغيرها غنديرها مع الفطور دين المغرب ونعود نديرها مع منتصف الليل وقت العشاء ونعود نديرها مع الفجر يعني غنغير غير المواعد ونصر في أمن وأمن بعيد عن الخلافات الفقهية لكن من كان لا بد أن يقيمها في النهار فالتخترا في الرأي الراجح عند العلماء أنها لا تفتر أما بنسبة البماضة دي الوجه هذك المواد اللي واقية للشمس هي أيضا الرأي الراجح في الفقه الإسلامي أنها لا تفتر لأنها تبقى في مسام البشرة وتحميها من تسرب أشيعة الشمس فهي لا تفتر أصلا ولا يتغدى عليها الإنسان لا يشتهي أحد أن يأكلها ويتضوقها ويتقوى بها ثم إنها لا تصل إلى البلعوم فهذه من الأمور المباحة الذي يفتر في رمضان بشكل واضح وصريح هو ما دخل من البلعوم بقصد بقصد الإطعام يعني من طعام وشراب بقصد الإطعام هذا أولاً ثم مقدمات الجمع الجمع ومقدمات الجمع هذا أيضاً يفتر ومع ذلك فالغالب الأعم أنه لو يفتر ستشمر رحة البخور ستشمر رحة المعدة وأيضاً وأيضاً كي يبقى دائماً الحكم الفقهي الراجح أننا نغير الأوقات للتناول الدواء من الفترة النهارية إلى الفترة المسائية وكنك نكونوا بسلام بعيدين كل البعد عن الإشكال الفقهي إلا إلا تعذر لجلك الطبيب لا بد أن تتناولها في النهار فأنا ذاك كتكون عندك في غيناً عن نفسك من شعر بأنه ربما قلبه غير مطمئن فإنه يتناول الدواء وإذا أراد أن يقضي ذلك اليوم بعد مرور رمضان سيكون له أجراً أجر الصيام ويستعمل الدواء والأجر الثاني فضلاً من الله تعالى وإكرمه بنت مالك يشفي لك الوليدة ويطول لها العمور ويحفظكم ورعاكم ويبارك فيكم اللهم أمين يا أكرم الأكرمين نتحول إلى إقليم ستات معنا للا أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبرك فيك الشريفة ولله الحمد الله يطول عمرك بارك الله فيك للا الله يطول عمره ويصلحوا ويحافظوا ويراعاه وإنك عمي شي دعي والواحد دري عنده شي مشاكل بزاك شي مشاكل كثيرة لا إله إلا الله إذا رب يفرج عني إن شاء الله فبد العواشر لا إله إلا الله يا رب سيكون لتسأل بي لله الحمد بني أيها بنتي ونصباح طيما وغير بيين ماشي تقاضر يا رب السنسلية ومثل الحداش وكنت تبقى الحداش واثنان الصافي كانت تبقى تلولي مسترعد وكانت تقر وكانت تبقى في الحال كانت تبقى نبكي وش عدي شيء ايه سماع عني ولا شيء هذا لا اله الا الله الله يشافيك يا رب الله يشافيك يا رب دعاء ذات رب نصدر بكار رجعلينا حتى على الأخير الله رحمة الوليدين يا رحمني رحمة الله بارك الله بالصديق رمضان ولفي حاجة الله رحمة الوليدين ان شاء الله بإذن الله للا ام محمد ان شاء الله للا الله يحفظك ورعاك ويبرك فيك جزاك الله الفخير جزاك الله الفخير للا ام محمد الصيام هو مرتبط بالقدرة الله عز وجل جعل الصيام للقادرين عليه اما من عندهم ضعف في القدرة ربنا اعفاهم هذا هو القاعدة الشرعية في الدين التكليف يكون عن طريق القدرة اما اذا ضعفت قدرته لا تكليف عليه لاحظ بان الله تعالى رفع التكليف عن المرأة الحائض لان المرأة الحائض كينزف منها الدم وكيوقع على تغير بيولوجي وسيكولوجي ورحمة بها كيقول لها الله تعالى افتري المرأة الحامل كذلك تحمل الجانين في بطنها لابد ان يأكل ويشرب ويتنعم المرأة النفساء الدم يخرج منها وكتكون دك الدم نزيف بالنسبة اليها قوة دي لك تضعف فاربي ابح لها الطعام المرأة المرضع وهي كتردع في وليدها خسوه يكل وخسوه يشرب حتى هو ربي عز وجل ابح لها الافطار الشيخ الكبير في السن لانه ما عنده قدرة ربي ابح له المرأة العجوز كذلك ابح لها الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم ربي يسر له ابح له المسافر مسافة تقسير السفر ايضا نظرا للمشقة مضنة المشقة ربي ابح له وهكذا اي واحد عنده عذر وعنده معدش القدرة ربي اعفاه من الصيام ما يصومش كيصوم غير القوي ودك الضعيف ربي خيره انه احتيصح ويسترجع القوة دياله ويردع له الديون الى كان غدي صح اما الى كان شو واحد بين ما انه ما غدي صحش مريض عنده مرض مزمين كدير دياليز عندهم هذا كيف دي عن كل يومين كيف دي وانتي الشكل ديالك يا الله ام محمد مادم تكتصومي ويحداش تنهار تناش كيوقع لك السخفة دليل الا انك غير قادرة انتي في هاد الحالة اش كديري كديري الفدية الفدية ان شاء الله كين امل انك تشفين فمديريش الفدية كديري كديري الصيام القضاء تقضينا بالصيام احتاجها تصحي ان شاء الله وحسمي الايام اللي عليك وأديها ربي جعلها مطلوقة قال هنا فائدة من ايام اخر ولكن الى قدر الله تعالى وشفتي بان نصحتك غد يمشي هادك اهدك تفدي عن كل يوم كالطعمي مسكين وهذه فرصة للسادة المستمعين النسل هم مرضى اللي عندهم امراض ربما ما يصموش فرمدان احسن طريقة يديروها يخرجوا الفدية الفدية هي عبارة عن واحد القدر دي المال تقريبا واحد اه اربعمائة لخمسمائة درهم قيمتها المالية الافضل ان تكون طعام لان ربي قال اطعام مسكين ادل اطعام ربما تعطي طعام ما يعجبوش ان تطبخ لي واحد طعام اللي هو ما ما يعجبوش اعطيها لي مواد غدائية بقى غير غير مطهية غنمشي عند مول بيسري عند مول لهري غنقول لي اعطيني مواد غدائية اعطيني السكر اعطيني الزيت اعطيني التقيق اعطيني الزيت اعطيني القهوة اعطيني شوية دي الحماص دي الفداوش دي الشعرية دي الأرز دي الفول ده الشجاع الاساسي اللي يحتاجه الناس وكان جمعوا قيمة دي الوف بحاولة خمسمائة درهم تقريبا وكان حاول نعطيها القفة ها دي ركتك فيك شهر شهر وكان بعض الناس اللي عندهم الخير والفائد كيبغيوا صدقة على انفسهم وعلى والدهم واجدادهم واحبابهم واولادهم ايضا مش ربي يحميهم ويحفظهم يشري كثير كلك يبقى يشري صدقات كثير كييوجد هذه القفة دي الرمضان كلك يعطيها صدقة لله وكلك يعطيها فدية لله وكله خير كله خير فهذه فرصة كل واحد من الناس اللي هما ميسورين انهم يقوموا بهذه المبادرة يقوموا بأنفسهم ممكن يقوم بها هو بنفسه انه كيمشي للملهري وكي يخدك البركة وكي يحاول يعطيها هذه الفقراء اللي كيعرفهم في الحومة في الحي إلا كان شي واحد مسؤول كبير وما مساليش الطريقة السهلة كيقصد إما شي جمعية من الجمعيات اللي فيها الصدق والأمانة ولا كيقصد لإمام دي الجامعة لإمام دي الجامعة كيصلوا عنده الناس وعارفين عارف شكون الفقراء في الحي وشكل محتاج أو من تلتمس فيه الخير فهذه فرصة أننا نجتهد في عمل توزيع القفاف في رمضان مواد غدائية مع غلاء الأسهار ومع عدد الناس ظروفهم صعبة مع تداعية جائحة الكورونا وناس عندهم الفقر الشديد فإلى القناة اللي قدر إيدي الشعم الخير راف الحائقة هو يكتنزه في صحيفته يجده يوم القيامة كجبال مكة وتهامة كل واحد هو كيكتنز هذا الخير دياله في الدار الأخيرة الناس كي انتفعوا به هنا هو غير انتفع به هناك لأن ربع الزوجة يربيها حتى تصير مثل جبل أحد للا أم محمد أنت قلت بأنك ما قدستو مخصق الفيديا وقلت أنت فقيرة محتاجة للقفة في هذه الحالة ما حكمها الشرعي اللي ما عندوش القدرة شو واحد هو عندو مريض ما يقدرش يصوم وما يقدرش يفدي ما عندوش ما عندو ما يفدي صغير فقير ما عندوش أشكيدير كي يملأ وقتو بالذكر كي يملأ وقتو بالذكر بالاستغفار ما كيصومش وما كيخرجش الفيديا حتى ما عندوش فقير وما كيقضيش لأن القضاء سيكون هو قوي وما زال باقي مريض ما حكمه الشرعي أنه يكثر من الذكر والاستغفار حتى يغفر الله لنا له ولجميع المسلمين أسأل الله الكريم أم محمد أن يشافي أمك ويرزقك الرزق الواسع ويشافيك ويعافيك ويدويك وأن يبلغنا الله تعالى رمضان وهو عنا راض غير غضبان قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا أكرم الأكرمين نتحول إلى سيدي إفني معنا للا خديجة وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لا بس إليك الله يحفظك ورعاك وبرك فيك لا أميك وربي بنعودك مشكلتي أيها بسيك أنا تزوج وطلقت أثور لا إله إلا الله المشكلة وقع أن الزوج ديالي بتاهمني بأنني ماشي بك لا حول ولا قوة إلا بالله طي وقع المشكلة أنا باطلق أنا ماشيت للطب وتأكد بأنني أنا ما زال بك لا إله إلا الله وهو في هذه الفترة كانك يرفض أنني ماشي للطب ما شاء الله ما شاء الله بجك بتايمي الله لا لا خديجة من لي مشتي للطبيب مرة ثانية وتأكدت بأنك بكر وأهرطي الأمر على الزوج كيفاش كان الرد الفاعل دياله كنت صريتيه ومجاو بيش بعد شفت لص الواتف نقره ومجاو بيش لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله شو واحد ربما لا حول ولا قوة إلا بالله شو واحد يقدر يعقلو يقدر يصلح بيناتكم يقدر يكون وسط خير فيما في العلاقة الزوجية بيناتكم أهرطي توقف مع الأخ دياله رابطي أشكين أنا رعني مجيد للطيب وراه أنا رع مازال ذكر ولكن مكنت في تواصل من بدا لا حول ولا قوة إلا بالله الله يفرج عليك بنتي خديجة الله يجبع شمل ديالكم هاتش بقي 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 حديث العهد ممكن يتصلح مازالت رجع المياه المجاريها بمدة عشريين عشريين بقي جدد بنتي أرى ممكن إن شاء الله تعالى ربي سهل انتمنى يكون في الاستماع الزوج ديالك بنتي خديجة انتمنى يكون في الاستماع وتواصلي معاه إلا 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 كان ممكن بنتي هاد الكلام لغنقلو سجنيه عندك في التليفون ورسله له الله يجيزك بخير بنتي خديجة لعل ربي عز وجل لا يجمع الشمل وإحنا على أبواب هذا الشهر الفضيل وهذا العواشر نجمعه الشمل ونطفيه الغضاب ونبدأ وصفها جديدة بنتي خديجة الله يكملك رجع لا إلهي لله شكرا لك خديجة شكرا لك بنتي هذه المشكلة أيها الأحبة الكرام المتعلق بالمرأة البكر أحيانا ليلة الدخلة الرجل يكون في العقل ليله بأن المرأة لا بد أن تكون بكر وهي بكر ولكن يوقع عليه مشكل معروف أن البكارة هي أصناف وأشكال مختلفات عند النساء كل مرأة اللي عند البكارة خفيفة جدا بحل ذاك ذاك الكشرة اللي كتكون في العلفة ديالتمر العلفة ديالتمر من اللي كان حيدوا التمر ونحيدوا من العلفة ذاك العظم ديالها كالقوها مدورة بواحد كتسمى القيطمير سمها القرآن القيطمير يعني واحد اللفافة رهيفة جدا كل مرأة اللي عندها هكذا اللي كان دخل البكارة بسرعة وكل المرأة اللي عندها سميكة سميكة جدا متل قطعة الجلد مكت خسا عملية جراحية وكل المرأة اللي عند البكارة ديالة قريبة وكل المرأة اللي عند البكارة ديالة بعيدة جدا حتى لما كانت كل علاقة زوجية لا يصل إليها الزوج ويظن بأن هذه المرأة أنها غير بكر وكل المرأة أصلا وحد نسبة مئوية من البنات خلقهن الله تعالى بغير بكارة هكذا خلقهم الله عز وجل وحد نسبة مئوية من البنات إنها خلقة الله هكذا خلقهم الله عز وجل وكل البنات اللي ربما كانوا يقوموا بحركات معينة إما حركات رياضية وإما بحل جومبونز بحل ركوب الخيل كان بعض البنات يقوموا ببعض الشقة للمنزل في حمل الأثقال كثيرة كيتمزق لها البكارة وكتعودية غير بكر في نظر زوجها هي البكارة ليس دليل على العفاف ولا دليل على صلاح الفتاة وإنما هي ربما يخلقها عز وجل كمؤشر على أن الفتاة لم يصل إليها إنسان قد يصل إليها الجن إن فتيات عندهن المس وتصاب بذهاب البكارة بالجن عند الجن العاشق وهي بريئة ويا مصادفتها كذا وحد الفتاة مسكينة وقال قال الحمل يبقى عازبة وقال الحمل وكان والدها يريد أن يغتالها قال لها عن قتلك أنت شوهتيني في القبيلة وكذا وفيما بعد غيت بين بأن ذلك الفتاة أنها معنا تعالقة مع شيء إنسان وإنما هي ضحية أنك جهة جين اللي هو عاشق وكان يقتحم عليها فراشها وذلك الحمل اللي ظهر حمل وغمي لأن من البعض من اللي غيقر على القرآن الكريم وغذي يورقوا على البطن غد خرج مادة سوداء وغيبا بأنه غد ديليكوغافي وغيبا بأن بطنها فارغ ما في تحجى سوى من مادة سوداء وهذه بقايا الجن وشوفيت يا ما هناك أحداث وأحداث وكين بعض الصلحة يوقع عليهم وربما كالقال فتاة عندها كذا وهو دائما يلتميس لها العذر يقول لا ربما لا ربما الخطأ ماشي منها من أشياء أخرى متعددة يروى أن وحد الرجل كان رجل بسيط جدا وأش في وحد في وحد المنطقة لا بيع الشراء بسيط وكان وحد العالم في ذلك المنطقة هو الخطيب هو رجل كبير العظيم في المقام أنه رأى النبي الكريم في المنام ففرح هو إمام وعالم كبير رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا فلان اذهب عند فلان وبشره قل لي إني أنتظرك عند الحوض فما لي استيقظ ذاك الإمام ذاك الفقه فرح شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن البشارة ليست له هو غير مرسل قال للبشارة لذاك الرجل أعطى له علامة بشي قلب عليه لقى إنسان بسيط كيعيش في واحد البيئة متواضعة وخدام بدأ يراقبه من عن بعد تلت يام وكي رقبه لقى بيع الشري بسيط في الخضروات في سقعة عمومي وكي ينظر ليه من بعيد مرة تلت يام ملاحظة لي تشي حاجة غريبة إنسان بسيط عادي فجاء عنده ذاك الفقه فرح قال الله إمامنا فقهنا الخطيب دي المنطقة قال لي جاء عندي الدار مرحبا بي قل بنتكلم على الانفراد قال لي تفضل قال لي يقول لي اش نوع السر اللي عندك في حياتك قال لي اش من سير سيدي قال لي انت عندك وحد السر وسر كبير ومخبيه قال لي والله ما عندي سر وكمشي نخدم في السوق وكان رجع في المساء وعيش عادي قال لي لا عندك وحد السر قال لي السبب وأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثلاثة أيام وقال لي ادب عند فلان بلغ له سلامي وقل له اني في انتظارك عند الحول يوم القيامة فالرجل تعطع رأسه وبدأ يبكي بكاءا شديدا قال لي مدى أصابك قال لي ذكرتني وحد الحدث مرت عليه أكثر من خمسة وعشرين سنة قال لي قال لي قبل خمسة وعشرين سنة كنت أريد الزواج قل نقلب على العروسة لغنزوج بها فوجدت فتاة سليمة فتاة متواضعة فتاة فيها العفة قال لي فلما أقمنا الزفاف والضجيج والأفراح وانصرف الناس دخل عند الغرفة وجدها تبكي قيل لي ما تبكين يا فلانا قتلي هنا عندي مشكلة ما هي مشكلتك قتلي أنا لست لست بكرا الراجل بدك يبكي بدك يبكي وقال كيف أنا ظنيت هذه البنت صالحة ولكن هي اعترفت قتلي أنا لست بكرا فمشال الغرفة ديالو الأخرى واعتزلها وبقى واحد اللحظات ويرجع يبتسم قال لها ما شي مشكل البكارة ليست ذليلة للعفة المهم أن تكون الأخلاق كريمة وتكون كذا كذا بدك تكتبكي أو تاني ما كي تكتبكي أنا تكسامح لك أنا موافق قتلي لا أنا أنا حامل أنا أحمل في في بطني جنين الرجل صدم قال دبا أشغندير يدخل لي أسترني سترى الله عليك في الدنيا والأخرة ورزعك الله تعالى شربة ماء من حوض النبي أسترني أستر علي سمعت الكلمة هذه أستر علي وسعك الله تعالى من حوض النبي الرجل صافي تكتف ويسترع لها فعلا هذه الليلة خلها هكذا من لجول عائدة ديالو الأحباب بدك يمثل كأن الأمور ديزم زيان فرح بهم دروا الفطور ودروا الأهازيج وفرحوا فرح معهم ومن اللي كي ينصرفوا العائلة كان يجتنبوها كيمشي الغرفة الثانية وكيبقى هكذا وحيد واستمر على هذا الوضع حتى ظهر الحمل قال هذا الحمل ظهر لابد أن نتخلص منه ما يمكنك نتخلص منه هو أننا هذا يخلق الله خصوه لابد يخرج للحياة مشاه مع هالوحد المنطقة اللي هي بعيدة وبقى معها مسافر بحاله مسافر حتى وضعت وهناك خد الجنين دامعها للمسجد على عتبة المسجد وقال لنا أن نخضه من عتبة المسجد واللي سولني هنقول له هذا الابن وجدناه على عتبة باب الله وارجع وارجع المرض كملت لعدة ديالها وعاود تزوج بها سراً بلو بينها على سنة الله ورسوله كانوا معهم العدول وعاش معها وذلك الوليد رباه ومرت السنين سنين طويلة احتمرت 25 سنة وعمروا مقلها يا فلانة واشنطية بقى عقلة وقال لك كذا وكذا طيلت 25 سنة عمروا مجرحا وعمروا منهرها واستمر العقل حتى أنه في ذلك الأسبوع هذا المولود بلغ 25 عام وتزوج وانصرف إلى حال سبيله فنجح في الامتحان هناك سيظهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويقول لذلك الإمام بلغ فلان أنني أحبه وأنني فارطه عند الحوض أنتظره لأسقيه بيدي شربة ماء من حوض لا يضمأ بعدها أبدا هذه كرامات كثيرة كتوقع للناس مش أي واحد كيوقع لها كلي كيوقع لها فعلا الواقعة وكنستروهم أما كان بعض البنات لمسكنهم يهم وقال لم تجي واقعة مجرد أن عند بكارة غريبة والراجل لم يفقها أو أنها خلقت من غير بكارة أو أنه تم الاعتداء عليها عن طريق الجن العاشق أو أنه لم يفهم بكارتها هي من شكل آخر والطبيب قد أخبر بكذا وكذا على كل حال إلا كان في الاستماع هذا السيد أخي الفاضل مشكلة البكارة مشكلة بسيط جدا لكن الناس يخلقون منه وحد المشكلة كبيرة وعويصة وكيكون وحد الآلام تسبب للفتاة لما كتكون عروس وتطعن في شرفها لأنك تكون الفتاة هي بريئة أصلا ما كنت عند علاقة احتبشي بشراج الآخر أجنبي وتتهم في شرفها وكتكون وحد لسب عليها وعلى عائلتها لا ينبغي أن نقع في هذه المطبة علينا أن نلتمس العذر للآخرين ونقول لربما أنها من الصنف الذي عندها نوع غريب من البكارة نسترها وربي يسترنا أسأل الله تعالى بنتي خديجة الله يكمل لكم الرجاء أنت بقى عروسة جديدة عشرة أيام لم تمر على زفافك وينبغي أن تكون سعيدة وفارحة ولكن ربما الزوج عنده أحكام للتقاليد وعادات ربما غريبة لو اطلع على الأبحاث الطبية والعلمية أو زار طبيب وفقه وراء الحقيقة للأشياء أكيد غريب الرأي ديالو أكيد غريب تمسلك العذر وأكيد أنه غترز علمية المجاريها وتصبح الحياة أحلى مما كانت أسأل الله تعالى باسمه العظيم الأعظم وباسمه الجليل الأكرم أن يجمع الشم لكم وأن يعيد لكم المحبة والمودة إنه قادر على ذلك ووليه سبحانه وتعالى اللهم أمين اللهم أمين يا ربي كريم هنتحول إلى إقليم تيفلت مع أخينا موراد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبرك فيك أخويا الله يحمدك سيد الموراد يا مرحبا ولله الحمد أخويا بارك الله فيك أخويا شكرا لكم جزاك الله الفخير أموي لي الحمد ورب شكرها أخويا ليلة هيد الله ليلة هيد الله ليلة هيد الله كواك بزز كنوضو كنغامرو كنخدمو ولكن البركة ما كيناش في الجريه أولو لا إله إلا الله لا يفرح لا يفرح لا يفرح لا يفرح ونعم بالله أخويا نعم بالله عمل حاج حال وانا كنتعصل باش تشد لي الخط اليوم تنطلبوك نقول يا ربي يا رحمن يا ربي كريم الله يشافه ويعافي يا ربي كريم الله يفرح لكم جميعا أخويا بورد ليلة هيد الله الله يفرح لكم جميعا أخويا من شاء الله ربي غاد يصوب لعندو ربي غاد يرزق الرزق الواسع ليلة هيد الله أخويا ليلة هيد الله لكن هنر كانت نطلق تكرا ظهر الله واحد مع واحد دري في ذيك البادية دي لسميته دي في كتير يديرو بعدها عن شيطة بحالك وديرو جهة ايه ديرو عمل جمعوي بحالك ودخدموه لكن عمل حاج ما عمل غدرت شي صح بهذا شي لي كين فيها ما كيش شي واحد كيمدلك يد المساعدة ليلة هيد الله كتبشي انت شي واحد دري ويش كتحط سوي فيديالك ولا شي حاجة ولا كتبغي تدير شي عمل جمعوي دي ما كتبغي انتقادات لا حول بحالك انتقادات كتكون سي مراد ومن طرف الجماعة والناس المسؤولين يعني متلا كتبشي انت تحط ورقات عيالي شي بونت كومون ولا شي حاجة ما كيبغوش اعطيكو وقت قاع ليلة هيد الله كتبغي متلا برلماني دير شاركة رأي الجماعة دير شاركة فغا تاكل ما انت دري ويش مضباب الله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم امين اخويا اللهم امين يعني الناس ما ابقاش الايمان رك عارف دبا دري ويش ديمك يخليه التسع لا حول ولا قوة الا بالله وربي غد يفرش ربي غد يفرش امين ودعي ما نشي دعي يا ربي الله يفتح لك باب تسير الله يفتح لك باب الفراش وسمح للم حاجة رك نظر معك وانا امتوى الترشي شوية ايا اخويا في لنا اخويا هذا الواقع مرير. الله يشافيك يا عافيك. باقي بمجووج متى هذا. الله 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 يشافيك يا عافيك سيني مراد. امين عمي الحاج امين. لا حول ولا قتل. انت في ربيع العمر. انت في زهرة العمر. هاد العمر ديلك هو العمر دي الافضل مرحلة دي العطاء دي الانجاز. كان صليه وخامه قارنش ولكن كان ديره ذك شي اللي قدرنا له. وكان بيو نشتهده. وكان صمته وكان سمعه بزيز. لا الى هاد الله. لا الى الله. الله يفرج عليك اخويا. الله يفرج عليك اخويا. كان شكرك السمورة. ها? كان شكرك الشكر الجزيل انك بتحت قلبك. الله عافو عن ملحاج. وقلت لنا. هاد الواقع هاد الواقع المالي اللي انقلته لنا. اننا كنت اسفو لي. لا الى هاد الله محمد رسول الله لا حول والاقوات. بارك الله فيك مولاي بارك الله فيك. لا اله الا الله. الله يفرج عليك مولاي. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم. يا ربي يا كريم دائما انا عمي الحاج وكنشكرك بزيف. كنشكرك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله ينورك من الله. لا اله الا الله. شكرا لك اخويا. الحمد لله. الحمد لله عمي الحاج. بارك الله فيك سيموراد. سيموراد انقلنا هذه الصورة اللي ربما سلبية عن واقع في بعض المناطق. وهو ان الانسان يتكون عند روح المبادرة. ولكن يرى بان المسلك للوصول الى الهدف المنشود يجده محاطا بالكثير من الموانع والعرقيل. يعني كيف نزيل هذه الموانع والعرقيل. المفروض اننا في كل منطقة. هو اننا نسعى الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل ما اوتنا. الارادة الملكية السامية. دي صاحب الجلال محمد السادس حفظه الله ورعاه. وزاد الله له في المدد. انه منذ ان تولى عرش هذه الاسرة الملكية الشريفة. وقياه هذا الوطن. كان دوما صاروه. ما صاروه هو انه كان يتجول لو لا الكورونا ولولا ظروف صحية. كان يتجول من اقليم لاقليم. ومن من منطقة الى منطقة. ويسعى لخلق التروة فيها. وهذه التروة تكون عن طريق روح المبادرة. المبادرة الداتية. دي الشباب ودي الابناء المنطقة. والتمكين. ان نمكن الانسان من من وسائل الانتاج. المفروض ان ابناء المنطقة يكونوا بحل خوت فيما بينهم. البرلماني ورئيس الجماعة. والمسؤول الامني. وغيرهم من الاطور. هذا كلهم يؤثتون جمالية الاقليم. لان كل واحد فيهم مهم. كل واحد فيهم ضروري ان يكون. ولكي يكون ويبقى مستمر لابد انه يريد معيد الجماعة. لان بعضهم يحتاج الى بعض البرلماني. رغم محتاج الى الى رجل الامن يحميه. ورجل الامن محتاج البرلماني انه يسن القوانين. وكلاهما محتاج الى الطبيب يعالجهما. وكلهم محتاج الى المعلم يربي اولادهم. وكلهم محتاج الى الفلاح. يجيب لهم الفلاحاء والري والغنام والبيض والتجاج والتمور والزروع والكروم وما غيرها وهكذا الشيء محتاج للشيء ذاك الأساس الأخراني هذكرها مهم ومهم جدا إلى غاب هذك تعرض الصارقة وممتلكتك يصاب بها التلف ربي عز وجل خلقنا ليتخذ بعضنا بعضا سخرية أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون المفروض أن يكون كل شيء متعاون وحد شاب طموح بغي يخدم المفروض أنهم اللي يمشي لجماعة وبغي دي المقاولة ذاتية نعاونوه نعطوه الفرصة نعطوه الأمل ولا عنده واحد المجموعة دي النقائص نكملو له يكون عندنا دائما واحد المراكز دي التكويل المستمر دي التنوير بغي دي المقاولة ولكن هو ما عارفش عنده نقصان في المعارف هذا ليس عيبا شكولك يتزاد من كل شمو عارف كل شيء كندوزوا الواحد السونطر اللي في التكويل المستمر كنقول لي هاي المقاولة ها هما المخاطر ديالها ها هما الإيجابية ديالها ها طريقة التسيير ها طريقة التمويل وقد دوزوا واحد فترة تدريب في مقاولة أخرى ناجحة بشيطيك لكوغ ونطلق بإذن الله تعالى ونخلو الشباب كل شي يخدم والبلاد كلها تزدهر وانشاء الله ربي غادي بارك بإذن الله غادي بارك سيد موراد الألاج لأن لأن كما أن هناك أناس ربما كذروا الإحباط راكين أناس آخرين ربي عز وجل أعطاهم الخير في قلوبهم وأنهم يسعون إلى نشر الخير والمعونة والفضيلة بين الناس ربما غير أن تبقي ما تلقيتش بهم را موجود را أرض المغرب أرض معطاعة كما كين وحد صنف ربما نستأ منه لتصرفته التي لا تصر لكن بالمقابل هناك أصناف أخرى من أطير بخلق الله ناس فضلاء ناس كرماء ناس من أهل الخير يحبون الخير للآخرين وموجودين غير ربما بقي ما تلقيتش معهم باش تلقى معهم السمراد خاص لابد وحد الحجاب يزول من بين يديك ويفتح لك الله تعالى أبو ابتسير مدى أفعل أقرأ السورة الفتحي إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أغلقت عليه الأبواب أنزل الله عليه هذه الصورة ففتح الله له مكة المكرمة بعد صراع مرير وبعد وحد المجابغة ومناهضة قوية ربنا فتح له باب مكة المكرمة وأنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ننبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة كما ذكرنا في أول حلقة الصراط المستقيم اقرأ دائما هذه الصورة اقرأ هذه الفتح بشارة عز وجل يفتح لك الأبواب المغلقة وإن شاء الله هذه الصورة للفتح لا لا احتبئ أن الافتتاح للبرلمان الدورة الخريفية التي ترأسها صاحب الجلالة باعتباره رئيس دولة ركن دائما تفتتح بالقرآن العظيم والمقرأ الذي يقرأ القرآن يفتتح هذه الدورة بهذه الصورة إن فتحنا لك فتحا مبينة لانطلاق الأولى لأي مشروع إذا قرأناها بصورة الفتح ربي عز وجل يفتح لك الأبواب المغلقة وجميل أن تقرأ الصورة وتفهم معانيها وتستوعب مضامينها وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نفسروا هذه الصورة وانشفوا الأسرار الربانية اللي فيها الداخل رفها ميكانيزمات النجاح وفيها ميكانيزمات القوة وفيها ميكانيزمات مجابهة كل خطر وأنك إن شاء الله تصل إلى الهدف المنشود بإذن الله الواحد الأحد كنقل أحباب الكرام لا ينبغي أنني أسآبدا من عطاء الله لا ينبغي أنني أسآبدا من جلال الله فخير الله كثير ورزقه وفير فاللهم يا ربي يا كريم يا أرحم الراحمين أرزق عبادك رزقا حسنا اللهم رزقهم الرزق الوفير وارزقهم الرزق الكثير بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا باسط اليدين بالعطايا يا دلجلال والإكرام سخر لأخينا مراد ولكل عبادك المؤمنين سخر لنا ولهم الرزق الوفير اللهم اعصمنا وإياه من الحرس والتعب في طلبه اللهم واحفظنا من شغل الهم واحفظنا يا ربي من الذل للخلق يا ربي يا كريم يسر لأخينا مراد ولكل عبادك رزقا حلالا اللهم يسر لنا ولهم الرزق الحلال يا مسبب الأسباب اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج أرزقنا وإياهم رزقا طيبا من غير كد واستجب دعاءنا يا رب من غير رد ولنقرأ أيها الأحباب الكرام صورة الفتح وصورة الواقعة كل ليلة الفتح والواقعة كل ليلة وإن شاء الله في الصباح نخرج ونجتهد في الكسب وفي العمل الصالح وربنا سيفاجئنا بأن يفسح لنا الأبواب المغلقة ويلاقين مع أطيب وأنبلي وأكرم خلقه اللهم آمين اللهم آمين إن شاء الله سيعطينا الله ما ننتمنى وزيادة إن شاء الله تعالى سيفتح الله الأبواب المغلقة إن شاء الله تعالى سيرزقنا من حيث لا يحتسب إن شاء الله تعالى سيكون غدنا أفضل من حاضرنا وأفضل من ماضينا إن شاء الله بجاه النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم